السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كون شو أخباركم إن شاء الله بخير الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحة والمصابين والحمد لله على كل حال توقع عرفنا وشثنا وتعلمنا مين معنا ومين ضدنا ومين نحنا ومين هنين وعرفنا المنافقين وعرفنا حالنا وعرفنا تربيتنا فلا حدا يفكر أنه هاي القصة ما فيه نصر الشي اللي عم يصير للشباب والشي اللي صار للشباب واللي عم يصير للأمة واللي صار للأمة وكيف العالم تغيرت نفسي تغيرت وبلشت العالم ترجع لأله خطوة خطوة هذا لحاله نصر والشباب إن شاء الله منصورين وما النصر والله من عند الله وما النصر والله قريب يعني إلى حد ما فيه شي بيفرح بهالقصاص والله هي كي يطعمنا نكون بصفه ويطعمنا الجنة بجهل حبيب المصطفى نحكي إلا عن ريال مدريد معي أذنكم ريال مدريد وبلد الوليد صعب الوضع صعب الوضع بداية نحن عنا نحن عمل لعب عشر لعيبة صارنا مبارتين تشواميني لا يعد لعب مع أنه شوف اللي اليوم إله كان شي جيد بس تشواميني قدام الفرق الصغيرة والله ما لهش قيمة ما بيعمل شي يعني اللعيبة سواء انكازميرو أو حتى غيره وأي لاعب بستة ارتكاز إذا ما بيكون مضغوطة عليه فالزلنة بيعرف شوت كازميرو ما بيعرف شوت ولا بيعرف العب بسط يعني كازميرو بالمباريات تشواميني بالمباريات ضد الفرق الصغيرة اللي بتتمركز وبالدافع ما لدور ما لدوره هذا عميقته للدنيا فدريكو فالفيرد عمي لعب عنه وعن حاله فلازم ينتقى حل تشواميني أنا برأي داني سيبا يوص به للقطير نزل عمله أحسن من تشواميني بالمباريات اللي صغيرة تشواميني بالمباريات الكبيرة كلاعب ستة ارتكاز مهم جدا شغلة ثاني كليان مبابي هلا قبل ما قبل كليان مبابي ما بدي نوح على توني كروس لأنه خلاص خلاص يعني الصعود بالكرة أو الخروج بالكرة من الوراء لقدام بل توني كروس عودنا عليه هو معدلال طامي نحكي فيها يعني فيعني مشان هيك مالمازية إذا حكينا فيها مالمازية تمام فخلاص صحي القصة ننتخطها ونحكي بقصة شلونا نتلعب الكرة اليوم فدريكو فالفيرد لعب دور جيد إلى حد ما إيديرميل التاو لعب دور جميل جدا بلعب الباصة الطويلة اللي هو صنع القول الثاني لإبراهيم دياز ننتخطها تبع قصة توني كروس خلصنا قصة توني كروس لتخطاها كيف شلو ما بأعرف بس عم نتخطاها شوي شوي الشغلة الثالث اللي هي كليانم باب بي وفينيسيو الجونيور كليانم باب بي وفينيسيو الجونيور ما عم يتاقلوا مع بعض لا عم يحبوا بعض لا عم يحبوا بعض حتى اليوم وقت شو اسمه كليانم باب بي ضيع فرصة صنع لها فينيسيو الجونيور زعي الفيني أكتر من كليان فانا مع فكرة انو كليانم باب بي لعب تسعة ومص ما هالمشكلة الكبيرة يعني لبين ما يجعجوا بلينك هاب مع فكرة انو رودريغو ما يلعب أسرلا على جنب رودريغو ضيع اليوم طابة كتير تافها قبل ما يطلع يعني كليانم باب بي بده مساحة أكتر بس جاي جاي كليان جاي كان بيودي يحط قول بالسانتياغو برنابيو بس ما حط لسه بس جاي كليانم باب بي وضع مثل ما حكيت أول شيء سيء جدا جدا يعني احنا قدام بلد الوليد الصاعد جديد بتلو على الروح يعني هو القول الثاني والثالث ولا ما بنحسبه الثاني وخالص خاص بالذكر الثالث خاص خاصين يعني بلد الوليد فائد الأمل بس نحنا شوط كامل قدام بلد الوليد معه مش تنغير طبيعة واحدة على القول انت قدام فروق كبيرة بتاكل هوا بتاكل هوا حرفيا فيعني الوضع جدا سيء انتو صار جيد ماشي الحال ثلاثات حلوين الأهم صار الشغلة المنيحة النور اللي طالع بنص الظلام مثل هذا الطالع هون عارف ليش النور اللي طالع بنص الظلام هو الدكة يعني من زمان كتير ما نزلوا لعبين على الدكة اللعبين حطوا بوليد براهيم دياس وإندريك الدكة اللي عندنا كتير حلوة كتير حلوة ونيحة اليوم كارلان شوتي استغلها كتير حلوة الدكة وصرنا زمان ما حطينا من طابة ثابتة من كرة ثابتة كمان اليوم من ضربة حر رحطينا قول شي رائع جدا هاد الحكي تعددت الحلول رحل في حال غيره صار عنا كسافة هجومية صار عنا تزيج من برا المنطقة كتير حلوة هذه الشغلات ما كانوا موجودين بس مثل ما انا كتير مبسوت بالدكية واتمنى انو انتريك ياخد فرصة أكبر من هيك اذا كان اهمت انóbندريك ياخد فرصة أكبر من هيك الزلم يسم والله انتريك سم سم يعني الزلمي لاعيب فلازم ياخد فرصة أكتر من هيك إبراهيم ادياز بيستحق فرصة أكتر من ثابت او اكتر من رودريغو او هو ما لازم يكون ان Weridian 清 Bować اللاعب ما بيلعب منيح شيلوا وحطوا برا مثل ما عمل اليوم كارلو انشرت بالتمام فينيسوس وكليام ما عم يدل عليهم حطهم برا ونزلت لعبين اللاعبين نزلوا جابوا قول اندريك ولا ابراهيم ادياس مباراة بالعموم سيئة فيها نقاط جيدة بس هي سيئة انتصرنا ثلاث نقاط حلوية هتمنع نتواصل بالانتصارات ونحن في عنا مباراة الاسبوع الجاي وبعدين معنا مباريات عنا اسبوع ونص توقف دولي اسبوع الله ونعمع الوكيل وبعد التوقف الدولي بنرجع بس الوضع جيد نسبيا وسيئ كثيرا 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 جيد نسبيا ان احنا قادمين ساعتنا باول موسم فحبه حبه وسيئ ان احنا كنا عم نلعب قدام بلد الوريد وما كنا عم نعرف نبني هجم منيحة تمام؟ هذا كان من اختصار اهمنا من اختصار كله هادو الحكايات تبع كورة القدم وعدت انسى المقاطعة هذا الشي الوحيد بتقدر تساوي بالعقس قاطع وكون هيكي اذا علان انك ما بتدري تقاطع ما بتدري تجاهل وتدري تعمل اشي خليهم بقلبك خليهم بعلاق خليهم براسك خليهم دعاء خليهم مقاطعة خليهم بكل مكان تطلع فيه شكر ربك على نعم وشكر ربك انك عم تاكل تشرب في عالم ما عم تدري تاكل وتشرب ولا تنسونا اللي بحب يشتريك يشتريك ما بحب يشتريك لا يشتريك اللي بتكون يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته